مرحبا من جديد. كل يوم يمضي في عمر الحرب الإسرائيلية يثبت أن الأهداف الإسرائيلية الرنانة التي أعلنت في الأيام الأولى للحرب على غزة باتت غير قابلة للتطبيق على الأرض. آخر الترجحات العسكرية الأمريكية تتحدث عن خسارة حماس لنحو 20% من قدراتها. ما يعني أن لديها القدرة على مواصلة القتال لأشهر. وهو ما يثبته بالفعل استمرار قدرة حماس على القتال في جميع أحياء القطاع بما في ذلك الأحياء الشمالية منه. هذه الأرقام تتفق أو تتسق مع تقارير الصحف الإسرائيلية التي تتحدث عن حجم المفاجأة في الجيش الإسرائيلي. نظرا لأن قدرات حماس في العدد والعتاد تجاوزت التوقعات الإسرائيلية بنسبة 600% وهو ما شكل حالة إحباط كبيرة في الجيش الإسرائيلي. نظرا إلى الصعوبة الكبيرة التي تلف مهمة تفكيك حماس وإعادة المحتجزين بحسب صحيفة نيويورك تايمز. مأزق آخر يواجه الجيش بحسب الصحيفة يتمثل في غياب أي خطة لمرحلة ما بعد الحرب. وهو ما يثير خشة قيادات الجيش من تأكل الدعم الدولي حال إطالة عمر الحرب التي دخلت شهرها الرابع. كل ذلك جعل الأصوات الداعية للقضاء على حماس وتحرير الأسرى عسكريا تخفت تدريجيا لصالح مقترحات التسوية السلمية. من القاهرة ينضم إلينا اللواء أحمد إبراهيم كامل نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق. ومن تل أبيب ينضم إلينا المقدم المتقاعد الدكتور ريوفين بيركو الخبير في شؤون الشرق الأوسط. سأبدأ مع ضيفي من القاهرة لواء أحمد مرحبا بك معنا. يعني أصوات في إسرائيل إيهود باراك مثلا يقول حماس لم تهزم وثم تغياب لهدف واقعي في إسرائيل وهو ما يؤجل النصر العسكري. كيف تعلق على هذه الأصوات؟ طبعا مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. الجزء ده جزء مهم جدا فعلا أن حماس بعد 107 يوم قتال صنداء وبتنفذ أعمال قتالية. إسرائيل لم تحقق أي شيء من أهدفها الاستراتيجية الخاصة بالقضاء على حماس وفك أسر الرعائن. إنما هي نجحة تحقيق بعض الأهداف التكتيكية الخاصة بالعمال التواغلات والتفكيك البنية التحتية لأجزاء كثيرة من الأنفاء. وفي نفس الوقت أعملية التدمير بعض منصات الصواريخ. إنما القدرات العسكرية لحماس وعملية المنورة الخاصة بالأنفاء. إن إسرائيل حتى الآن لم تصل إلى فك الشفرة الخاصة بالأنفاء للمقامة الفلسطينية في غزة. وفي اليوم حتى كانت في بعض الاشتراكات الموجودة في منطقة جباليا أو في منطقة بيت حنون وبيت تهياء والنصيرات. دليل إن المقامة الفلسطينية فعلا حققت المفاجأة. بالنهاية عندها حجم كبير جدا من الأسلحة والمعدات. وكتعاملة حسابها إلى حرب طويلة المدى. وليه تنفيذ بعض أعمالها القتالية ضد جيش الدفاع السرائيلي. رغم أن جيش الدفاع السرائيلي بمتلك العديد من الترسانة العسكرية في القوات الجوية وقوات البحرية وقوات النخبة. أكثر من ثلاث فرق بتحارب حاليا في غزة. في نفس الوقت أن القوات الإسرائيلية عندها القدرة كل يوم بتزداد قوة من القوات الإسرائيلية في دفع جديد لقوات. القوات التي كانت موجودة في بداية العملية استهلكت وحصل فيها خسار كتير جدا. فابتدت تنسحب وابتدى الجنب إسرائيلي يدفع قوات جديدة قدرة على تنفيذ أعمال قتال جديدة وتستمر لمدة أطلاق. في نفس الوقت الجانب المقاومة الفلسطينية عملية كل يوم إمكانياته وقدراته بتقل نتيجة الحصار الموجودة على قطاع غزة ونتيجة الخسار الموجودة. وفي نفس الوقت تقلص القدرات والإمكانيات الخاصة بأعمال السواريخ وقدرات الجانب الإسرائيلي على تنفيذ بعض الضربات للبنية التحتية لقوات المقاومة. وفي نفس الوقت العامل النفسي والإجهاد الزهني والبدني لعناصر المقاومة اللي بتقاتل أكتر وصمدة لمدة أكتر من مئة يوم. من خلال تفوق الجانب العسكري الإسرائيلي من ناحية القوات الجوية وأعمال الحرب البطرنية وأعمال المرأبة والاستطلاع. مش هي بس كده لا. ده القوات الأمريكية موجودة بسندها. وبعض الأساطير الموجودة خاصة الجانب الإنجليزي بيزودها خاصة في مجال البعلومات والاستقرار. الجانب الفلسطيني صامت تساقى مئة يوم. طيب سأعود إليك لكن دكتور ريوفين ما هي وجهة النظر الإسرائيلية؟ يعني هارتس قالت اليوم بأن حركة حماس ليس فقط يعني ما زالت تقاتل. وأنما بقى دادأت بعملية إعادة تموضع وتعيين قادة جدد في المعركة. كيف تنظرون إلى مثل هذه الحقاق؟ مساء الخير لكي ولا ديفك الكريم ولا للمشاهدين. أول شيء يبدأ يتطرق ولو بجملة قصيرة إلى مقال السيد الرئيس السابق السينيورة عن لبنان. عندما استعمل كلمة المظلومية التي بدأ إسرائيل تتغطى بها. المظلومية هي تشويش الكلمة المستزعفين لهم حزب الله والتي تحت العنوان هذا استولوا على لبنان. وجوابه غير دقيق حيث أنني لست متأكدا أن حزب الله لا يريد حرب على لبنان. أنت تصر دائما على فتح جبهة. دكتور ريوفين لن أسمح بفتح جبهة مع شخص غير موجود. سيد ريوفين دكتور ريوفين لو سمحت لن أسمح باتخاذ هذا المنبر للرد على شخص ليس موجودا. حقارس وغير حقارس. أنا شوفي أنت حاولت تكاتعيني ولكن أزمتوني أشياء أسميراني. أنا قلت لك بصراحة أنا لن أسمح بالرد على شخص غير موجود والخطاب والأسئلة لم تكن موجهة لك دكتور ريوفين. لك أن تسدي ما أنا أقوله وأنا لم أصيب السيد السانيورة بل أحترمه جدا. بس صححت غلطته بالمعتيات. وهذا من حكي كإنسان ترطي للسطودي والمحترم. توجهها لدولة الرئيس السانيورة لم تكن موجهة لك. أرجوك الالتزام بمحور حلقتنا. لا هي تتكلمت عن إسرائيل وأنا إسرائيل. الجميع يتكلم عن إسرائيل دكتور ريوفين. الجميع يتكلم عن إسرائيل. هذه وجهة نظر. تتكلم عن مظلومية إسرائيل. وأنت تضيع وقت من خلال نقاش معي. بينما أكيد تريدين والمشاهدين أن يسمعوا جوابي بخصوص الأسئلة طارئة الآن. تفتح. مثل ما أنت بكل احترام طرحتها لها. أنا مستعد. ولكن ليس هناك مخلوق يسد تام إسرائيلي من خلال ديمقراطيته. وأنا على استعداد أنا أجاوب على قولك. نحن الإسرائيليين صرنا مدللين شوي. تعودنا على خروب. خصمنا فيها أعدائنا وهزمناهم خلال أيام قليلة. ولكن الحرب على الإرهاب تستغرق أشهر أو حتى سنين. وأذكر حتى ضيفك الكريم أنه خرب مصر على الدولة الإسلامية داعش في ولاية سنين في سنين تستغرق حتى في هذه الأيام. هناك عناصر إرهابية تقاتل وتقتل جنود وزبات مصريين في ولاية سنين. وأيضا لإخوان المسلمين تبعتهم لا يزالوا ينشطون تحت الأمن المصري بشكل مستديم. دكتور أفيل ماذا تريد أن تقول؟ ولذلك ما نفكر أنه هناك شيسيغة صخرية للقضاء على الإرهاب والإرهاب الفلسطيني بالذات يوهم نفسه. وعندما اكتحم الجنود والدبابات الإسرائيلية كتا غزة بعد المجزرة والاختتاف للمزلومين اللي هم موجودين مدنيين والاغتساب للمواطني إسرائيل لم يكن في حوزة إسرائيل إلى الدخول العسكري ونحن صابرين كتير ولدينا الإمكانيات وأنا مع سيد العميد الذي ذكر قدرات إسرائيل بالتعاون الجوي والبري والبخري والاستخباراتي ونحن ننسح للجميع الذين يكرؤون جريدة آردس أن يصبروا والنتيجة سوف تأتيهم مفاجأة. نحن لم نتفاجأ مما لقيناه في كتا غزة ونتقدم رويدا رويدا بحذر لأن جنودنا أغلياء علينا كثير لا ندحي فيهم ونحافظ على مواطنين بينما هؤلاء الحمسويين يتخبؤون في الأنفاك ويستهتروا في حياة المواطنين الفلسطينين الذين يحتمون تحتهم كدراع بشري طيب ابقى يا معي ضيفاي لو سمحتم مشاهدين هذه المآزق التي يواجهها الجيش الإسرائيلي ترجمتها كتائب القسام في المعارك المشتعل على الأرض في محاور عدة داخل قطاع غزة أعنف المواجهات بين القسام والجيش الإسرائيلي ما زالت تدور في أحياء جباليا وبيت حنون شمال القطاع ومنطقة خانيونس في جنوب القطاع مواجهات تقول القسام أنها قائمة على مباغة التجمعات الإسرائيلية بزرع العبوات الناسفة واستهداف الأليات الإسرائيلية معتمدة على سهولة الحركة التي توفرها لها الأنفاق هذه المواجهات تخلق شكوكا في الرواية الإسرائيلية التي أكدت في مرات عدة استكمال مهمتها في شمال القطاع قبل الإعلان عن بدء عملياتها في جنوبه واليوم وبعد أسابيع من ذلك الإعلان لا يزال الجيش الإسرائيلي يتكبد العديد من القتلى والجرح في صفوفه دون تحقيق أي من أهدافه المعلنة وعلى رأسها تحرير المحتجزين لدى حماس سأعود إلى ضيفي من القاهرة اللواء أحمد إبراهيم كامل لواء أحمد عندما نقول الأهداف المعلنة ما هي أهداف إسرائيل غير المعلنة؟ هل يعقل بأن يكون هدف إسرائيل معاكس لما أعلن؟ مثلا أن لا تكون مهتمة فعليا بأمر الأسرة والهدف الاستراتيجي هو جعل القطاع على ما هو عليه أي تدميره وليس القضاء على حركة حماس وإنما تحجيم حماس طبعا هو في بداية العملية كان صرح إيسي الوزراء الإسرائيلي أن الهدف من أعمال القتال الخاصة بغزاء هي تغيير خريطة الشرق الأوسط وكل ما تنفذه إسرائيل حاليا على الأرض خلال 107 يوم الصادقين عملية حرب إبادة وتدمير للبنية التحتية لقطاع غزة لتصل أن قطاع غزة غير قابل للإعاشة سواء لأي بشر سواء الفلسطينيين أو غير الفلسطينيين وكان الهدف الغير موعلن لحضرات الكولتي أن هي عملية التهجير القصري لسكان غزة في اتجاه القاهرة وفي اتجاه مصر أو سيناء وبالتالي حل القضية الفلسطينية على حساب مصر وده الشيء اللي حضرت منه مصر وأكدت عليه أكثر من مرة وفي نفس الوقت وخلال الأسابيع الأخيرة والأيام الأخيرة لازالت بعض الوزراء من حكومة المتطرفة اليمنية الإسرائيلية بتؤكد عملية التهجير القصري للفلسطينيين وابتدى نوع من الكلام أو بعض التلمحات الخاصة بإمكانية التهجير الطوعي ومن خلال طرح بعض الدول البديلة بحيث أن يتم تهجير بعض الفلسطينيين والدول التي تستعب لها زي رواندا وزي التشاد وفي نفس الوقت حتى عدلنا تكالنا أنها مستعدة للاستقبال أو لمشام للعائلات الموجودة فيها على أراضيها من المهاجرين الفلسطينيين اللي موجودين في كندا الجزء ده هو ده الهدف الرئيسي واللي يأكد عليه الرئيس الدوراء الإسرائيلي أن لا توجد دولة فلسطينية هو بيسع إلى الدولة يهودية نقية من النهر إلى البحر وتصفية القضية الفلسطينية وده بنشوفه حاليا سواء في غزة أو في التصعيد اللي تنفذه إسرائيل في الضفة الغربية في الأوقات الأخيرة لحتى عدد القتلى خلال الفطر وصل لأكثر من 150 واحد بالإضافة إلى أكثر من 6 ألاف 6 ألاف معتقل من الضفة الغربية اعتبارا من 7 أكتوبر الجزء ده إسرائيل بتهدف إلى تصفية الدولة الفلسطينية ولا تقبل إقابة حل الدولتين اللي بتنادي فيه الشرعية الدولية والمبادرة السلام العربية وفي نفس الوقت لا تتحدى مصرع على هذا الكلام إنما يرفض هذا الكلام متينياهو والحكومة المتشددة لإسرائيل طيب دكتور ريوفين صحيفة وولد سريت جورنال نقلت تقرير سري عن الولايات المتحدة طبعا بأن حركة حماس ما زالت تمتلك كميات كبيرة من الذخيرة تستطيع مواصلة القتال لأشهر عديدة هل إسرائيل مستعدة لهذا الخيار هل ستستمر في القتال أيضا بدورها بدون شاك ولكن جواب الأكوال سيد اللواء إسرائيل لم تقوم بمجزرة 7 أكتوبر بغية تارد الفلسطينيين والتطهير الأورقي كما يناسب لها نحن مش البادي البادي هو الأظلم من كام بهذه المجزرة هم الفلسطينيين ومن كلامك سيدتي الكريمة كد يفهم المشاهد أننا يعني فشلين وحماس هو المنتصر وأقولك بكل صراحة ومن خلال تأكد نفسي أنني أتمنى لحماس انتصارات من هذا القبيل في الأيام والأشهر السنين القادمة بإذن الله أنا من سميم قلبي أتمنى لهم نفس الانتصار الذي يفوز فيه في هذه الأيام وإذا أردنا أن ندخل بالتفاصيل نعم لم نفاجأ عرفنا الفجأة الوحيدة التي فشل استغبارات الإسرائيل مبين وعلي أن أعترف بذلك هو مجرد الهجوم الفجائي الذي كانوا فيه واغتصبوا وقتلوا ونهبوا واختطفوا المواطنين فوق الألف ومئتين نفر اختطفوهم إلى داخل القتاة وهل يسأل السائل في هذا التوقيت بالزاد هل هو الوقت المناسب للتفكير بجزاء الفلسطيني بدولة أذكركم والمشاهدين أنه حتى في الضفة الغربية عقد مؤخرا استفتاء يقال فيه أنه معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون حماس والسلطة الفلسطينية التي ترونها المناسبة لحكم غازة والضفة كان أسامة حمدان إذا يأتوا على الدبابات السهيونية سوف يكون مسيرهم الموت ونذكركم أيضا أن السلطة التي حكمت كتاة غزة شونيكات ورميت من أسطح البنايات وهربت زحفت إلى إسرائيل تاليبين بالنجاة واليوم أيضا في الضفة الغربية هم في خطر وتعاونهم الاستخبارات مع إسرائيل هو لصالحهم بالذات لأن حماس عمله بتسلسل في صفوف الجنوب وكل الأعمال اللي بتصير اللي وصفها بوضوح الصيد اللواء هي عمل تحريبية إخوانجية شكرا جزيلا تابعة لإخوان المسلمين ولحماس وهذا الخطر شكرا جزيلا المقدم المتقاعد الدكتور ريوفين بيركو الخبير في شؤون الشرق الأوسط شكر موصول لضيفنا من القاهرة اللواء أحمد إبراهيم كامل نائب ومدير المخابرات الحربية المصرية الأسباق شكرا جزيلا لكم